تونس الخضراء منها انطلقت شرارة ثورات الربيع العربي وفيها تحركت رياح التغيير استيقظت على قرارات لرئيس الدولة قيس سعيد بإقالة رئيس الحكومة وإعلان تولي رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية وتجميد عمل البرلمان الرئيس التونسي قيس سعيد الذي دع الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الخروج للشوارع ومحاولا تبديد مخاوف التونسيين من إنما قام به ليس انقلابا وإنما هي إجراءات وفق الدستور بعد وصول البلاد إلى حد غير مقبول وفقا لتعبيره بينما اتهمت حركة النهضة التونسية الرئيسة بتنفيذ محاولة انقلابية ضد الديمقراطية وأن الشعب سيقف صفا واحدا لرفض التحول الدكتاتوري في نظام الحكم على حد وصفها داعية إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة بينما أعلن رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي والذي تعرض لاعتذاء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه وفقا لموقع ميدل إست آي أنه سيمتثل للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وعلى رأسها إعفاؤه من رئاسة الحكومة وأنه لا يتمسك بأي منصب في الدولة لتجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان الأطراف التونسية وقفت بين مؤيد لقرارات الرئيس باعتبار أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد سببها الأول هو السلطات الحالية التي تمسك بزمام الأمور وأنه خطوة باتجاه تصحيح الأخطاء فيما تتخوف الأطراف الأخرى من عودة البلاد إلى حكم دكتاتوري يسيطر عليه العسكر دوليا دعت الخارجية الأمريكية الرئيسة التونسية للالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي المرحلة المقبلة في حياة تونس هي من ستشكل معالم الدولة بعد هذه الأحداث والقرارات التي جعلت الشعب أمام مفرق طريق في ظل وضع اقتصادي متدهور ومتغيرات متسارعة في المنطقة شكرا شكرا